تعبقا نتكلم على خبر مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية وده خبر سعيد للغاية الواحد كان مبسوط جدا جدا بالإعلان الرسمي بمشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية ويا جماعة عشان تبقوا فاهمين اللايحة هي اللي خلت الأهلي شارك في كاس العالم للأندية تاني اللايحة بتاعة البطولة هي اللي خلت النادي الأهلي شارك في كاس العالم للأندية عشان ما فيش حد يطلع يركب الموجة يقول لك أنا وخليت وكلمت وعملت وسويت وساعدت ما تصدقش الكلام ده ما تصدقش الكلام ده هتقول لي طيب مهاميركا ممكن اللايحة يلعبوا فيها وكلام من ده دي كانت تبقى بقى فديحة من ضمن الفضائح يعني لكن دي ليحة والتاريخ نفسه لما نيجي نرجع في 2007 فريق ياباني او فريق ايراني شارك بسبب كصة مشابهة اللايحة ومش اللايحة وكلام زي من ده ان مثلا انت بطل القرى والبطولة حتتلعب في البلد بتاعتك فبيتخد وصيف البطولة برضو في 2008 حصلت مع فريق يابان شارك في البطولة عشان بطل القرى كان من اليابان ومش عارف ايه فبالتالي بتاخد صاحب المركز التاني في البطولة نفسه او حقول لك نادي اصفهان 2007 شارك وهو كان وصيف البطولة ونادي ادي لايد في 2008 كان نفس القص وزي ما حصل خلاص مع النادي الاهلي ومشاركته وخطاب الرسمي الجامل الفيفا لنادي الاهلي مبارح بقون شاركته بكاس العالم للاندي واختاره بذلك فدي اللايحة عشان ما يجيش حد يقول لك اصليحنا عملنا واحنا سوينا واحنا كلمنا واحنا جاملنا النادي الاهلي فدي جزئية غاية في الاهمية بالنسبة لي يعني الجمهور لازم يكون عارفها ودي خطاب قدام حضراتكم بتاع ابلاغ النادي الاهلي بالمشاركة خطاب من قبل الفيفا المشاركة في بطولة كاس العالم الاندي اذا احنا سعداء احنا مبسوطين بالمناسبة يا جماعة اول مباراة للنادي الاهلي خلاص يوم 1 فبراير هتلعب الدور التمهيدي مع اوكلاند سيتي البطولة بتضم الاهلي وريال مادريد وايضا الوداد وفلامينجو البرازيلي وفكروني كمان اوكلاند سيتي وناديين كمان يعني فبالتالي حاجة مفرحة جدا بالنسبة لنا حلوة اوه هل احنا هنفرح ونسكت على كاس العالم لا لازم نستعد استعدات جيد للغاية عشان احنا طموحاتنا احنا ما كانش في دماغنا نشارك في كاس العالم ما كانش في دماغنا نظمت المغرب البطولة فبالتالي الوداد هو بطل القرى فاتخذ الاهلي اللي هو كان في نهاية دور الابطال الافريقى وعدالة السماء نصفة النادي الاهلي فاحنا ما كانش في دماغنا نشارك في البطولة لكن بما ان الاهلي هيشارك في دور الابطال افريقيا فلازم الاهلي يستعد بمنتع القوة لهذه البطولة ليه يعني يشارك في كاس العامل الاندية ليه لان انت دلوقتي لما بتروح كاس العامل الاندية انت تموحك مش ان انت تاخد مركز تالت بس احنا تموحات جمهوري الاهلي في السماء دايما عايز احسن حاجة عايز احسن حاجة فاحنا نفسنا نوصل لنهائي كاس العالم هي سهلة لا طبعا مسهلة هي صعبة جدا صعبة جدا ومنافسة الى قوي وليفل مختلف تماما على كل اللي انت بتلعب فيه ليفل تاني خالص بس اعمل اللي عليك وخد بالاسباب وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ربنا يكرمنا طب نعمل اللي علينا ازاي عم امير اول حاجة انت بتجهز نفسك من خلال المبارات الرسمية اللي عندي خلال الفترة اللي جاية وبالمناسبة يا جماعة انت عفو بالمناسبة يا جماعة هيتأجلك مطشاط هتلاقي ناس تطلع تصوت وتتكلم مطشاط ويتأجل الاهلي مش عافية احنا نشارك في كاس عمل اندية فطبيعيا يتأجل الى مطشاط لاتحد الافريكي نفسه هيأجل الاهلي مطشاط في دور المجموعات فعشان بس نقفل الحتة دي فانت تستعد ازاي بالصفقات تاني بالصفقات هل بقولك الاهلي يجيب عشر بقى عشر صفقات وكلام مدى لأ شوف كولر محتاج ايه وانا ده انا بقولك حاجة مش انا محتاج ان انا اقول الادارة ده الادارة اصلا والناس في النادي ما بيبخلوش على اي طلب يطلبه المدير الفني لكن لازم نحط في الاعتبار بيبقى فيه ايه انفواضات قد تنجح وقد تفشل توفيق وعدم توفيق اتفاقات ويعني عدم اتفاق ده وارد جدا يحصل بس لازم يكون في زعي بكل قوة بكل قوة في اتجاه تلبية طلبات قولر عشان باذن الله تسد الصغرات اللي ممكن تكون عندك وتروح بقيمة لو انت قيمتك تقيلة دلوقتي يا سيدي يقول بنسبة النسبة اللي انت عايزها تبقى تقيلة بنسبة 200% فنقمن نفسنا جماعة بصفقات وان شاء الله باذن الله اتمنى اتمنى الصفقات تكون بشكل مباكل شوية في يناير عشان يناير العبا الجديدة تشارك يكونوا جاهزين يبقى انصر الانسجام والتناغم بقى موجود تقدر تشارك في كاسر العامل الاندية وانتجاهز بنسبة 100% فان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه البطولة بطولة اضافية للنادي الاهلي ومش اي بطولة دي بطولة كاسر العامل الاندية ان شاء الله الاهلي شرفنا كالعادة في مشاركته التمنى اللي من خلال التمنى المشاركات خادت برونزية تات مرات لأ ما ناخدش فضية والاكتر كمان دهبية رغم صعوبتها اكيد ومنافسات القواعدة ريال مدريد موجود يعني وفرق تقيلة قوي لكن في نفس الوقت لازم تطمح وتحلم وتشتغل على حلمك عشان بإذن الله ربنا يكرمك فالف مليون مبروك لكل جامير النادي الاهلي ومشاركة الفريق في كاسر العام للاندية من يوم واحد ليوم 11 فبراير